النهاردة حبايب قلبي حنابل مع بعض مربه من اشر الموز كنت عملاه معاكم قبل كده يعني بعيد الوصفه تالي للناس اللي هي بشافتش الطريقة لان الطريقة دي بصراحة جميلة جدا جدا و اشر الموز بيبقى ليه فوائد جميلة جدا ده كده حبايبي شكل مربه مربه من اشر الموز بس طعمها جميل جدا جدا ان شاء الله كده لما تجربوها هتعجبكم باذن الله تابعوا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله في اسرار الطبخ الاحترافي مع حلال ورائي تعالوا بينا الاول نبدأ الفيديو حبايبي بالصلاة على رسول الله علي فضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل المربه ديت ازاي الكمية اللي معايا دلوقتي من اشر الموز انا غسلها الكمية ديت وزنها قد ايه الكمية ديت وزنها يعني 300 جرام كده من اشر الموز يعني اشر ده متاع كيلو موز فمخسله كويس وبحطه كده في المصفى يصفي ميت ومعايا يعني ثلاث تربع كوباية كده من السكر يعني حوالي كده هوت يعني 150 جرام من السكر طيب ليه لان هو اشر الموز اساسا بيحتوي على سكريات فطبعيا يعني فعشان كده المربه دي بيش بتاخد سكر كتير ولو حبة اللي انت تزاودي فهي تبقى كوباية سكر ومعايا رتل كده من المياه ورشة صغيرة من ملح اللاموء نعم ودي كده المكونات اللي هستخدمها في عميل المربه اول حاجه ممكن ان انت بعد ما تغسلي اشر البوز بتقطعي بالسكينة بس انا بسيت الخطوة دي وحطيته على طول وحطيت عليه الباية بس هرجع لان انا اقطعه ايه تاني حطيت كده رتل الباية مع 300 جرام من اشر البوز بتقطعيهم وبتقطعي اشر البوز وتحطيه في الحلة وتحطي عليه رتل الباية وتحطي عليه رشة ملح لامون رشة الملح لامون او عصيل لامونة ليه لان انا بستخدم بسلق الاشر دواتي فحل الامونيو فعشان حالة يعني ايه بتسودش ايه باعي فبعد كده هوت وطبعا مش هلحط الملح لامون تاني طبعا انا بحط هو الملح لامون داعي بقى مادة حافظة للمربه لان انا الميا دي انا مش هتخلص من دها انا هحصله القشر القشر المؤزة انا قطعته على فكرة وبعد كده سبته بقى ايه طلعته كده من الباية وقطعته وبعد كده رجعته تاني ليه عشان يبقى سهل كده ولا مضربه فخلص لما ياخد كده ايه لما يغلي كده كويس وحس كده للقشر خلاص اتسلق معي وابقى طري فبطفي عليه ويوصل معيك النفس الشكل اللي انت شايفه دلوقتي بعد كده بتسيبيه بتطفي البتاجاز وتسيبيه لحد ما يبرد كده شوية وبعد كده بتضربيه في الخلاط كده انا طفيت البتاجاز قلاصة وحسيبه بس يهدى حبه بس يعني انا سبته حوالي مش كتير حوالي يعني ربع ساعة كده هوت بس يعني زي ما انتم شايفين هو لسه دافي وليسه بيطلع بخار فانا ايه كنت عايز اخلص بقى الوصفة كده ايه على طول ولو انت بستعجلة فممكن تحطي الحلة ديا تعملي لها حمام مية بارد يعني بتصينية مية برد يعني بتحطي الحلة دي فيها عشان تبرد بعيك على طولة لو انت بستعجلة اذا دي形ي هاخد بقى ايه اه شوية بشوية اضربهم كده اا 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 ائ ائ 24 غ لانا ايه اا 300 translator بتقطعيهم وتحطيهم في الحلاء وتحطي عليهم ري Fashionで ورشة ملح لمون او عصير او عصير ايه نص لمونة كبيرة ياخد غلوة وبعد كده هتبدأ اللي انتي تحطيه شوية بشوية كده بعد بيتسلق معاكي بتحطيه كده في شفشق الخلاط يعني شوية بالقشر بوز على شوية مية وبعد كده هنضربهم لحد بيبقى ناعم خالص وبعد كده هنكمل مع بعض ونشوف مع بعض هنعمل ايه في مكون هنضيفه في نهاية الفيديو ده حيبقى اختياري يعني حابين تدفوه ممكن تدفوه مش حابين فخلاص فتعبوني كده لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معي المكون اللي لسه هنضيفه مع المكونات المربة اشر وموزيات كده انا خدت شوية هيت يعني نص الكمية اشر وموز مع الميت اشر وموز اللي انا كنت سلقه فيه وبعد كده باضربه كده 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 لحد تدربيه كويس لحد ايه بيبقى ناعم معاكي خالص وبعد كده هنبدأ بقى ايه اللي انا نحطه بقى ايه في الحلة بس طبع الحلة فيها فيها لسه شوية فانا هجيب حاجة افضي فيها العلبة كده افضي فيها الكمية ديت لانا الكمية دي هضربها تاني في الشفشة بتاع الخلاط وهي دي الحلة اللي انا هعمل فيها المربة فانا افضيها علشان افضي كمية المربة اللي في الشفشة بتاع الخلاط واللي في العلمة ده حبدأ بعد كده لانا احطه بقى ايه في الشفشة واضربه ايه كويس لحد ما يبقى ناعم معايا خالص زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة وبسيطة بس المربة دي بتبقى جميلة جدا جدا ممكن تدخليها في بعض الحلويات ممكن تعملي بيها البسطة فرورة كيكة برضو يعني تاخد منها شوية وتنربيه مع المكولات السائلة بتاعت الكيكة وبعد كده بدي فيها يعني بتطلع معايا احلى كيكة بصراحة وان شاء الله اعملها معاياكم الوصفة دي ان شاء الله باذن الله انا كده فضيت كده باقية الكمية من قشر الموز اللي كنت سلقى فحضرابه بقى ايه كده كويس وطبعا عشان هو سخل فبفتح الغطى شوية زي انتم ما شفتو عشان هو لسه دافي معايا عشان البخار يطلع منه من الشفشة يعني فبفتح الغطى بفوق كده سدة وده كده اللي انا عملته برضو مع الكمية الاولارية زي ما انتم شايفينه هو اتبضرب ايه باضربكه كويس لحد ببقى الخليط داعب معايا خالص بنفس الشكل على فكرا في حاجة حب لا أنا اقولوكو عليها لو انت سبت اشرب موز طبعا احنا اشرب موز بيحتوي على الحديد فطبعا ايه لما انت بتسبيه بيسود بيسود يعني لونه بيغمق فانت لو سبتيه واللون بتاعه الاشرب موز بقى غمق خالص فدعي بقى حل مش هتحتاج الديفل بكوه اللي اقولك عنه اللي انا هضيفه في نهاية الفيديو لان انا يعني ما سبتهاش لحد ما يعني لونه بيبقى غمق خالص لما بيبقى لونه غمق خالص فمش بتحتاج الان تضيف المكوه اللي انا ايه هضيفه انما لو مثلا مثلا يعني انت جايب الموز ولسه القشر لسه يعني لونه فاتح في الحالة ديت هتضيف مكوه اللي اقولك عنه فتبقوني بس كده لنهاية الفيديو عشان تشوفه معي ايه هوا المكون ده هوت مكون جميل جدا كده بقى ايه بقى الكمية جاهزة معي خلاص كده بقى ندخل بقى على طريقة ايه طريقة المربة ايه دي كده 3 اربع كوباية من السكر فحبت زاودي فممكن هتخليها ايه كوباية ايه لو انتي حبها للمربة تكون مسكرة ايه مسكرة اكتر يعني يعني يه فممكن تدفقي كوباية كما انتم شاهدين انا اضطيت كده السكر وبديله ثقليبه ومش هنضط بقى رشة ملح لامون لان انا كنت اضطه فلو انت مثلا اضطتي مع مية اشر الموز والمية في الاول ملح لامون فمش هتحتاجي اللي انت تضطي تاني او ممكن مثلا تحطي عصير نص لامونة بس انا ما حطيتش يعني ممكن تحطي ملح لامونة او عصير نص لامونة فكده بقى ايه هسيبه لحد بياخد غلوة يبدأ بس تبدأ المربه تغلي كده وحيبدأ بقى يتطلع عريم كده على الوش الحالة كده زي باتوا شايفيه فبتخلص منه يعني بيجيبي طبق كده وتلمي بقى الريم اللي بيطلع دهوت ده كده احنا عنا نتخلص منه ملح لازمة ليه علشان المربه يعني ما يبوز لكيش المربه بعد كده يعني فهو الافضل اي مربه بتعمليها فهي بتطلع طبقه كده من الريم على وش الحالة فدي لازم اللي هي تتشال انا بديله تقليب عشان ارجع لنا يعني ألمي الريم كده ادي التقليب كده للمربه وبعد كده عشان اعرف اللي انا قلم الريم اللي هو اللي انا بطلعه اه زي ما انتم شايفينه هوت كده باقلمه كله وبعد كده هوت اسيب بقى ايه المربه تغلي يعني على البتاجاز كده على نر وسط يعني اه وبعد كده هاسيبها بس ايه لحد ما تبدأ اللي هي اه القوام بتاعها يبقى تقيق لا ولما نوصل للقوام المزبوط بتاع المربا حاول لكم بشكله برض يعني هعمل معيكم الخطوات خطوة بخطوة كده انا لميت الريم كله هوت كده هو ملهوش لازمة هتخلص منه وحسبها مربا تغلي كده على البوتانياز وانتي بتدقيها كمان يعني ات لو عملت بنفس المكونات اللي انا عملها في الحالة ديت فانتي بتجيب المعلقة وتاخدي منها شوية وبتدقيها لو لقتيها محتاجة شوية سكر فممكن تزاودي حبة سكر كمان لعشان كده انا بحطتش كمية سكر كتير في الاول لا ده بقى وصندل ايه وصندل المكون اللي انا بقولوك عليه اللي انا هضيفه ده كده لون بورني شوكولاتة كنت عاملها قبل كده معاكم في قلب القناة خدت منه نص معلقة كده صغيرة وبدوبه في شوية مياه صغيريه نعم وبعد كده حبدأ بقى ايه اللي انا اضيفها على المربة اشر المؤزة اه ده كده حبايبي اه شكله اه فشكل اللون بيبقى جميل جدا عشان كده بقولك اه بقولك لو اشر الموز لقتيه غامق وسود معاكي اه فانتي مش هتحتاج لانتي تحطي اه تحطي اه تحطي اللوق نهه اللون البورني شوكولاتة ففي الحالة دي مش هتقدر يعني ايه بلووش لازبة في الحالة دي بلووش لازبة اضافة ايه اضافة اللوق نه ليه لان انت حت اه اه اش رموز هيوصل معاكي وحيدي لك درجة اللون اللي اتي ايه اللي اتشو فيها ايه دلوقتي ياه لما يكون غامق معاكي فحيدي لك اعدي لك الدرجة اللون المربع ستطلع معاكي غامقة من غير ما تضيفي اللوق نعم اه كده انا حطيته وحاسبها بقى المربع كده اه يعني زي ما انتو شايفين اللي التركيز المربع قل شوية اه اه كل ما باسبها كل التركيز ما بيقل ايه حبه فانا حاسبها برضو شوية كمان اه بس يعني مش كتي اللي هيدي قربت يا كده قربت اللي هي المربع تستوي معاكي اه اه شفتوا بقى الطريقة سهلة وبسيطة ازاي برضو حاسبها برضو على نار اه نار هادية برضو وانا وطيبت البتاجاز يعني اه وطيت البتاجاز شوية اه وحاسبها بقى ايه كده اه اه لحد تبدأ اللي هي اه 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 توصل لالدرجة اللي انا عايزها بصوا هتلاحظوا اللون بالغير منضيف لون بقى تاني ولا حاجة هتلاحظوا لدرجة اللون بتاعت المربا اغمق شوية فعلى فكرة كنت عاملة معاكم قبل كده في القناة مية إشر الموز كنت عاملة منها عسل أصمار كان جميل جدا وقدمته مع فطير مشالتت كانت تحفة بصراحة وجميل جدا نعم فإشر الموز بيدخل في وصفات حلوة برضو وعملت بيه برضو من إشر الموز قبل كده موجود في القناة شاي إشر الموز الشاي دهوت بيبقى جميل جدا برضو مجرد انت تغذي منه شوية وتغنيه سوى إشر الموز مجفف او مية إشر الموز يعني لحد الخطوة في أول الفيديو بعد ما بسلق المية مع إشر الموز قصدي مع المية المية ديت لو انت خدت منها وحلتيها بمعلقة عسل وشربتها قبل النوم بساعة فدي بتساعد على نوم عميق للناس اللي هي بيكون عندها توطر وقلق ومش بتعرف اللي هي اتنان بسرعة فممكن يعملوا المشروف ده ويشربوه هي نفس الطريقة اللي في أول الفيديو لما حطيت إشر الموز مع المية وبسلقه فإحنا بناخد المية دي وبنصفيها وده كده بيبقى شاي إشر الموز بتحطيها في كوبية وتحليها بمعلقة عسل أبيض أو سكر وبعد كده بتشربيها قبل النوم بساعة فبتبقى رهيبة بصراحة وبيساعد على نوم عميق أو بمكن إشر الموز مجفف برضو تغليه برضو الوصفات دي حاسبها لكم في شاشات النهاية لانا كنت عاملها بالإشر الموز كده المربا خلص الفعاية زي ما انتم شايفين ومعايا البرتمان بيكون مخصول ومعقق وبعد كده ببدأ بقى إيه اللي انا بحط كده بعبي المربا ديت في البرتمان وحطيت شوية كده من المربا في الطبق عشان أوريكم إيه شكلها طبعا أنا هناك بعبي المربا وهي لسه سخنة يعني لما بنزل المربا من البتاجازة وهي لسه سخنة ويكون معايا البرتمان يعني نضيف ومعقق ومناشئ فبعد كده بعبي المربا وبقفلها والمربا سخنة وبعد كده بحطها في ميا كده لحد المربا ما تبرد تماما يعني والطريقة دي بتبقى يعني بتعقبلك بتقفلك البرتمان أكتر وبتطلع منه الهواء ولما بتيجي بفتاح البرتمان المربا فبيعمل الصوت كده زي المربا الجهزة اللي هي بتاعت الشركات ودي كده بتسمعي صوت كده التكة وانت بتفتحيها هنا بقى ده كده شكل المربا بعد ما خلصتها كده هي لسه البرتمان سخنة فقال عسيبه في الميا لحد ما يبرد تماما وبعد كده بتطلعيه وتدخليه التلاجة وتحتفظ به في التلاجة طبعا بيقض معاك وهو مقفوق لا بيقض معاك الفترة طويلة يعني بالوش مدة معينة بس اول ما تفتحي البرتمان وتاخذي منه فبيقض معاك يعني اسبوعين كده في التلاجة من جميع يجرانه حاجة برض فزا ما انتم شايفينه وتعينتي لو عاملة كبية من المربا ديت بتفتحي ما تفتحيش البرتمان كلها تاخذي منها بتفتحي واحد بس تاخذي منه وتسيب اللي باقي مقفول لما برتمان يخلص بترجاي تفتحي اللي بعده فده كده طريقتي في عميل المربة مربة اشري موز وكنت بقدمها لكم حصري والاول مرة على اليوتيوب كانت على طريقتي انا بفيش حد عمل الطريقة دي هتلاقوا موجودة على قناتي انا بس فاتبنى حبيبي اللي انتو تكونوا استفدتم النهاردة وتكون عجبتكم الوصفة وشاركوني كده برأيكم كده في التعليقات ولو عايزيني اعمل اي وصفة اقولولي عليها شكرا للمشاهدة السلام عليكم